بسم الله الرحمن الرحيم العربية بين يديك سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الكتاب الأول الوحدة الخامسة الطعام والشراب الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس السابع والثلاثون الحوار الأول انظر واستمع أين تذهب يا سالم؟ إلى المطعم كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل ثلاث وجبات الفطور والغداء والعشاء هذا كثير جدا أنا آكل وجبة واحدة هذا قليل جدا ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة ما وزنك؟ ستون كيل وما وزنك أنت؟ مئة كيل أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد أين تذهب يا سالم؟ إلى المطعم كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل ثلاث وجبات الفطور والغداء والعشاء هذا كثير جدا أنا آكل وجبة واحدة هذا قليل جدا ماذا تأكل في الغداء؟ آكل اللحم والدجاج والأرز والخبز وماذا تأكل أنت؟ آكل السمك والسلطة والفاكهة ما وزنك؟ ستون كيل وما وزنك أنت؟ مئة كيل أنت سمين جدا وأنت نحيف جدا الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس السابع والثلاثون المفردات العرض انظر واستمع وأعد فاكهة أرز سمك خبز يأكل مطعم عشاء غداء فطور وجبات وجبة وزن قليل كثير مئة كيل سمين نحيف الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الثامن والثلاثون الحوار الثاني انظر واستمع ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك والأرز من فضلك وماذا تطلبين من الشراب؟ ماء من فضلك وماذا تفضلين من الفاكهة؟ التمرأ أو العنب هل تشربين الشاي؟ لا أفضل القهوة القهوة بالحليب؟ نعم القهوة بالحليب هل تريدين شيئا آخر؟ لا وشكرا عفوا والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك والأرز من فضلك وماذا تطلبين من الشراب؟ ماء من فضلك وماذا تطلبين من الفاكهة؟ التمرأ أو العنب هل تشربين الشاي؟ لا أفضل القهوة القهوة بالحليب؟ نعم القهوة بالحليب هل تريدين شيئا آخر؟ لا وشكرا عفوا الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الثامن والثلاثون المفردات العرض العرض انظر واستمع وأعد ماء قهوة شاي حليب شراب تمر تمر طعام والشراب الدرس التاسع والثلاثون الحوار الثالث انظر واستمع السلام عليكم وعليكم السلام أنا جوعان جدا الغداء على المائدة ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة هذا كثير جدا لا تأكل لا تأكل اجلس لماذا؟ أنا جوعان لدينا ضيوف لدينا ضيوف من؟ والدي ووالدتي وأخي أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس والآن جاء دورك انظر واستمع وأعد السلام عليكم وعليكم السلام أنا جوعان جدا الغداء على المائدة ما هذا؟ سمك ولحم ودجاج وأرز وسلطة وفاكهة هذا كثير جدا لا تأكل لا تأكل لا تأكل اجلس لماذا؟ أنا جوعان لدينا ضيوف لدينا ضيوف من؟ والدي ووالدتي وأخي أين الضيوف؟ في غرفة الجلوس الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس التاسع والثلاثون المفردات العرض انظر واستمع وأعد ضيوف جوعان جوعان مائدة سلطة يجلس زوجة زوج دجاج دجاج لحم الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الأربعون مفردات إضافية العرض انظر واستمع وأعد الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الثاني والأربعون الأصوات الأصوات وفهم المسموع أولاً الأصوات الأصوات التدريب الأول استمع وأعد قدر 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 كدار قدر أكثر قدر رقاب نقير تقديرا اقتنى حق برق سلق مشرق فلق فلق الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس الثاني والاربعون ثانيا فهم المسموع التدريب الاول استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد انت سمين جدا اثنان احمد يأكل السمك ثلاثة انت نحيف جدا اربعة صالح يشرب الشاي خمسة الفاكهة على المائدة ستة الحليب على المائدة ستة التدريب الثاني استمع استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد هل انت جوعان نعم انا جوعان جدا اثنان اين الشاي الشاي على المائدة ثلاثة ماذا تفضلين من الفاكهة افضل العنب اربعة هل تشرب القهوة لا افضل الشاي خمسة ماذا تأكل في الفطور اكل الصلطة والفاكهة ستة ماذا تأكلين في الغداء اكل السمك والسلطة التدريب الثالث استمع الى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد ماذا تأكل من الطعام اثنان ما وزنك ثلاثة ماذا تشاهد اربعة ماذا تشرب خمسة ماذا تطلب ستة ماذا تأكل من الفاكهة التدريب الرابع استمع الى الفقرة ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب هذا بيت عمر الساعة الواحدة الأسرة في غرفة الطعام هذه وجبة الغداء على المائدة طعام كثير عمر يأكل السمكة ويشرب الشاية وزينب وزينب تأكل اللحمة وتشرب الماء ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا